ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ابن مسؤول قضائي استغل 16 فتاة وشاب وذلك في اشياء لا اخلاقية مع كلاب وتسجيل ذلك قصد الاتجار بهذه الافلام وفضحت تسجيلات صوتية تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن صور نية مترويجها لشابات يقال انه تم استغلالهن وفضحت ابن مسؤول قضائي الذي اقام حفلات جماعية داخل ضيعة خاصة بطريق ايتعبو ضواحي المدينة ووتق تلك اللحظات في فيديوهات وكشفت مصادر محلية ان الشخص المتورط في هذه الفضيحة متزوج من طبيبة اصيبت بالم على مستوى مناطق بجسدها لتكتشف اصابتها بمرض ينتقل بين الكلاب لتواجه زوجها ليكشف لها عن الفضيحة هذا وتفاعلت مصالح الامن بسرعة مع ما يروج وشرعتها في توقف عدد من المعنين وحجز هواتفهم بما فيهم ابن المسؤول القضائي في انتظار الكشف عن مزيد من تفاصيل هذه الفضيحة المدوية اشتركوا في القناة